افتت إفتت للاعلم إنها ليسة اتمنى انك لا تتطور لا 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 انا اش قلت ليه بس الانتسام العريض اللي عوجيها سوري حلال ثواري ثواري شفت كلمة حلال فوقيها بعدين هي ليسا تركت كل المطاعم الموجودة في نيويورك وراحت عند هذا الكشك اللي ببيع اكل حلال كمون شو بفهم من هس شفت الها طبعا فيديو مع البنزونات الصغار اللي بسها سادول مش معقولة كلهم هربوا منها لا قديني تحاول انها تلمهم ابدا والاكتعالي حيواني ابدا عندهم كمان صور ما احد انتبه صاح وهي الفلسطينيات ايش معلق على الشرط سككين معالق صحون طناجر كاسات لا البيع لا 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 في شي غلط طالح جدا انثى لا 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 جيس واحنا هيك موخرج من الجيش ندخل مرة ثانية تخيلوا كيف هيك؟ انت مش فهمين السؤال كيف كان شكله قبل 10 سنين بسنة 2014 والحين بعام 2024 كيف حد يفسر لي؟ موضوع 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 مع حلقة جديدة مع اخبار كل مشاهير الكيبوب على انستجرام لا تنسوا لايك وشير انشر الحلقة والمكان وتعالوا تعالوا حلقة اليوم الجماعة اكو هواي اخبار بداية مع ثواني ثواني روزي جماعة اغنة روزي وبرونو موارس تنسوش بانه لا يوجد منتاج يعني ماكو منتاج بالحلقة هاي فاي غلط ثواني ثواني اي غلط يطلع بالحلقة هاي اعملوا محداش يركز محداش بس على فكر انتوا لاحظوا بانه كثير لبيينة بعضهم روزي وبرونو مارس لا الله يا جماعة مش معقولة باوه بكثير عملる حالج الملكات جماعي العالم لا لا حششين لا لا حششين غني إدمان إFP أقصب بالله غني إدمانية واو 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 Display روزي يا جماعة صدقال الله روزي امام أرز المهم بالضبط الأغنية اسمها والله تسمع! سأسمع الأغاني ليسا و جني الجيسه لسه ليس من اذن شيء لكن الأغني التي أصبحت إدمانية و لائدة الأغنية والماثلين عقق النابل يعني خرافي نشوف ستورياتها هي سو كيوت بس هو أنا الوحيد اللي حسيت أنهم من أبقين لبعضه لشانه بالضبط جوابوني على الأسئلة هاي نحن نشوفها لأوكي الفيديو هاد اسمع اللعبة هاي أصبحت ترند أقسم بالله جماعة ما في حدا تفضلوا حشاشين حشاشين أقسم بالله الأغنية لا المهم انتو عطون رأيكم بالأغنية حبتوها ما حبتوها ما بالضبط تلعبينوا صديقات الأغنية هلا شوفوا ثواني ثواني من دموم كيم اعباته V لا لا mature لا مش وكلو مش وكلو مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية من دموم كيم ابتابته ابتابته اعبتابته اا added ك bolt بالله عليكم اسمعوا سؤال صريح. كم شخص منكم رقص الأغنية بالخفية؟ دون محد يشوفوه كلنا! شوفوا لهذا الفيديو. هل تحاول انتعلمو انو يحكي انو رجاءا يستمتعوا بمشاهدة أغنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صح؟ بس صدق الجماعة مش معقول اهي الاغنية اه اه انا مضحقوق البث موكومونتاتش اوكي ام سوري ام سوري لا اهي اشياء قديمة هون موجودة بس حرفيا اهي اللعبة لعبتها مع صاحباتها لما كانت بال ايش الامت كانت موجود فيه اللي كان موجود فيه شان وو لوي فيتو اتوقع ما انا نسيت 4 5 البخصر بشرب لازم نرعبها بس ما فيش فيها شرب رجاء حط ان البخصر يعني بنفذ طلب يعني بنسوا هيك اشياء يعني تكون محترمة بصراحة اه المهم اه ليسا البايسمالتي اللي جابت العيد حرفيا خلال حضورها بالفاشن شو اه والله انا اول شخص بالعالم خبرتكم بانه ليسا تتروج للملابس الداخلية لسه قبل تظهر بالفاشن شو واه شوفوا لي انتو اوكي بعرف انه هسا اذا عمرك اقل من عشرين سنة سد الفيديو يعني مو ثمانطعش مو ثلاثتاش مو عشر لا أقل من عشرين سنة سد الفيديو لأنه حرفيا ليس طلع السو سكشي ليس خلص يعني فكت البوكل وانطلقت انطلقت يعني هاي الصورة هون لابسة هاد لما كانت على ال الريد كوربت أو البيينك كوربت هاد مالي اش فيه من الضبط هاد ازاي اوكي مهيك شهقت لما شفت الصورة لما كانت بأول عرض مع اغنية روك ستار اوكي اللبسة كتير حلوة الاداء كان خرافي لكن اللي كانوا معها كانوا كتير اوفر يعني بصراحة او ماي جاد او ماي جاد اللي جيدي حديد ليسا with جيدي حديد للعلم جيدي حديد فلسطينية اوكي بس خلي عندكم علم بانه ليسا متصورة مع موديل فلسطينية اللي كل الكيان تعرفين من همي اوكي مقاطعين جيدي حديد وبالحديد لالهم فلسطينيات ومع فهمتوا علي مع البطيخ همي اللي زي الثاني لما غانت مولنت فلور كيس مي اوكي او ماي جاد رجاء ليسا اتمنى انك ما تلف فيه خليكي هيك خليكي مورجيتنا وجهك بتناشى نشوف ظهري لانه اذا رفيتي الحلقة الاخيرة هاي اوكي مستحيل اعمل زوم ابدأ اعمل زوم ليه مستحيل شيز ماي بايس طاع سو سكشي صدقالالله يا جماعة ولا غلطة ولا حرفيا كانت موديل موديل انا اش اش قلت انا اش قلت لا تلف فيه ليه بس الانتساب العريض اللي عوجي اش قلت هههههههههه سعونا ماذا أعمل؟ سعونا اذكرت ان انا بهذه الصوره و الكل ده يبقوا عليها اوكي هون افتر بارتي بعد ده خلص الحفلط لو تتصوروه فهي طبعا لبسة البرا وصدرها كان كتير مبين فكل الوقت يعملي هيك حاط إيده على صدرها ماي حتشوفو اهي شايفين حاط إيده على صدرها اكثر من صوره ياني هون نفس الشي حاط إيده على صدرها هون تخب صدرها هون نفس الشي يعني حلال ثواري ثواري هاي الكلمة اللي هو هادا مطعم حلال هلأ في مبعث بصراحة في ناس فاتوا عندي انه قالوا لي بأنه هذا الكشك اللي هو للكيان أنا I don't know بصراحة إذا للكيان ولا لا لكن أنا شفت كلمة حلال فوقيها يعني الحلال معروف مين بيأكل حلال صح وانا لا بعدين هي ليسا تركت كل المطاعم الموجودة في نيويورك وراحت عند هذا الكشك اللي بيبيع أكل حلال ونزلت صورة كشك بالحلال وصورتها مع جيجي حديد الفلسطينية كمون خلاص هنا هو تسكتكم بس انه بكفي عاد قد ما طلعتوا على أمها شائعات وشلتوا عرضها فحكيتكم خلاص خلاص بكفي عاد الحياته كثير بالموضوع هيو حلال وهي البنت فلسطينية تصورت معها نزلت صورتها خلاص انطموا يهك نتشعبر على مشاعر هالكارهين تفهمتوا علي بس ما بعض في ناس حقول انه هاد المطعم او هاد الكشك مقاطعة ولا ايش بالضبط بصراحة ما انتوا اعملوا بحيث على الموضوع هاد اوكي اللي بعده البعده في اهون هون كان بالعرض بالعرض الازياء مع فكتوريا السيكرتز او ارجيكم شغلة صغيرة لمن كانت موجودة اي بلا حديد انها فلسطينية طبعا خلاص نعمل ستوب اوكي عشان ما حداش يفوت عندي ويسبني اوكي عشان ارذي فاتوا يسبوني هاي بلا حديد جوج حديد الخواتل الفلسطينيات فلسطينيات يسقوا مع غزة وهي جي جي حديد ديم شي سو كيوت يا جماعة بس ثوانين الطول الجسم الجمال ولا غلطة حرفيا ولا غلطة اه خاص طبح نشوف احنا هون ليس انا داخل هون عشان ليسا انا داخل هون عشان ليسا اه ليسا كمون نشوف كم لايك صاد جايبة مليون واربعمائة الف لايكس ديم حرفيا اداءها كان خرافي لاقت انتقادات انها ما غنت لايف ترى بس خلنا نخبركم هي رقصة اكثر مغنت هي غنت بس كان يعني التزامن الشفاه موجود كان واضح لكنها غنت لكن هو اصلا العرض اللي هي قدمته كان شو هي مش طاعة تغني طاعة تقدم عرض يعني رقصة وعملة فاشن يعني كان اداءها كتير حلوم بس في ناس بدها لا بدنا هي مكل ثوم والله يا عظيم هيك حسسوني انهم جايين يسلطنوا على صوت الكل جايباوة على جمالها انسوا لي ام صوتها شوفوا لي هذا هي كانت بالفاشن شو هون هي بتغني ثواني نسمع الصوت بس وينها هي جيبولي ليسا انا بدي ليسا شو بدي بهاي الموديل ثواني وين وين الاغني الثاني اللي غنت اه كمان بس وان برضو تضلعوا لي هاي يا ربي امنوا سكيب انتو غض البصر صدقالالله يا جماعة صدقالالله لا 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 انتفقناش شن دونتو سمعتم هاي بالنسبة لليسا افكرة انا بغرف انه دايما بجيب العيد اغنية نيومان مئة مليون واو اي لافت اسبا اه واو انتظروا اغنية اسبا نزلت اللي هي ويب لاش وهم بعد قلت اه او اوكي ثواني ثواني خنشوف اسبا بما انه بدأوا الترويج اليوم اه واو اه واو واو الاقاع لا بمزحوا كرينا خمس ألبوم مصغر بعنوان ويبلاش نزل اليوم أنا لا أعرف حتى نعرض الحلقة يمكن شهر القادم لا أغنية واضحة خرافية قديمها قديمها اه隊 حسنان انتباه بلان حسنان روش 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 اقصد بيونس بيونسي أهرب أهرب بيونسي واو كارينا ستايلها بالأغني هاي خرافي ديم اوكي بايدا وي الأغنية نزلت نشوف إليت على فكرة بما أنه كارينا وقاسب كارينا عفوا نزلوا الأغنية هم بعد أتوقع بل متأكد بأنه كمان فرقة إليت هلأ أشوفوا أنا لاحظت أنه المفهوم الجديد اللي اعتمده بعيد كليا عن ستايل فرقة نيوجينز لسه ما شفت الأغنية ما سمعت الأغنية فأنا شفت المفهوم بعيد كل البعض عن فرقة نيوجينز فهل لسه تبعيد ولا شنو بالضبط ايش اسم الأغنية ماي لاف ايش بيغنوا للإسنان ايش فيه اوكي ذواني ايش بنات ايش فيه ايش بنات بيغنوا للسن للدرس السن العقل ايش بيغنوا لمين بيغنوا واو اعفوكنا الأغنية حلوة يا جماعة يقاها مختلف عن نيوجينز لا يعني ماخدين هلأ شوفوا أقول معكم صريح الحقب الزمنية اللي السن خليني اركز الميح ثواني انا بلاشت اخذ اوكي بيغنوا للسن بيغنوا للسنان هاي لغنية اوه اصواتهم يا جماعة لا مش مسموح اللي انا استنتجته الحقب الزمنية اللي اخدوها فرقة اللي اخدوها فرقة نيوجينز اللي ناخدين حقب الزمنية اللي هي التسعنيات اوكي اوه اوه فرقة اله اخدو الحقب الزمنية اللي بعد التسعنيات يعني من بداية العشرينيات وامشو شوي لأقول لقدام 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 يعني فهم اخدوين الحقب الزمنية اللي بعد فرقة نيوجينز حيلو حبيت حبيت كثير بصراحة الستايل الاغنية واضح انها ادمانية بيغنو للسنان واحنا ما يغنو للسنان يغنو للطلاحين يغنوا لسن العقل احنا ما اننا عكل حال شفت لها طبعا فيديو مع البزونات الصغار اللي بسها سدول مش معقولة كلهم هربوا منها كلهم إلا واحدة إلا ثنتين لا هي بس واحدة اللي نامت على ظهر جيني شوفوا 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 بنت المحظوظة هاي البزونة هاي البسة يعني لأ وجيني تحاول انها تلمهم أبدا أبدا يهربوا منها والاكتعالي حيواني أبدا واكتعالي أبدا شوفوا شوفوا البزونة نايمة نايمة على كتف جيني وجيني 14 صورة للبزونة نيالها شوفوا أقول معكم صريح أغنية منترا لجيني رهيبة جدا بس الأرهب بالموضوع إنها بتغني لايف من دون تزامن شفاه يعني ماكو بلايباك أنا هون جيني صدمتني يعني أكثر من برنامج موسيقى تلعت تغني لايف قلت ماكو بلايباك جيني صورة تعتها هاي وين صورتها هاي المهم نفس نفس هاي الصورة اللي عملت المشاكل الكبيرة هاي الصورة إنه جيني حامل وجيني ناصحة هي بس الوضعية 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 بطنها غصبنا عن أمها دي طلع لها بطن يعني v بصلا هاي انتنه شفتو كيف انهم كمان حسن اشفي لم اتبه ان الوضوع صح اوكي او ماي غد هون أم جيني كانت مع صديقاتها الفلسطينيات سامي عنwahز او هايز او ليس وعامه هون موجودين هاي هون سامي وكمان كانوا مع احسأ أبطر دراما ذي آيدول ديم أو ماي جايني والفلسطنيات كلهم معها هم وعمبروا وصعودين أجواء أجواء انتم نعظون ان الفلسطينيات المكان متواجدين أربعطاشر صورة لحضور جايني في برنامج جايني كيما لايف أود أن أعجيكم بهذه تماماك انسوا الشو والأداء الخرافي واللبس الخرافية هناك شيء يريد أن تركسوا عليها بالشورت التي كانت لبسها لا ليس قصير انتظروا الآن نرى الشورت ما معلق على الشورت عندكم سككين معالق صحون طناجر كاسات للبيع والله العظيم حاسس الصورة حاسس الصورة عبارة عن يعني شخص دخل المطبخ دخل المطبخ وكل شيء لزقه بالشورت وطلع صار يرقص ويغني جيني ماذا هذا؟ كثير غريب تخيلوا انها ترقص فجأة يأتي واحد يعطيها وجبة قال اوك ثواني هذه السكينة والشوك وهذه المعلقة ايش بدك كمان؟ كاسة من عيوني يبشر ايش بدك كمان؟ صحين؟ ولا يهمك ايش بدك كمان؟ ايش بدك كمان؟ ايش فيه؟ لا يعني انه what is this؟ ثقم اليوم الميك أب الميك أب شو دخل ميك أب آرتست؟ الفاشن ديزاين اللي معها يعني هنجد ايش داي حسون؟ شوفوا شوفوا فيللي لا لا في شي خلط طيب cuenta جيسو اوك ي کجلي ثوني انا اصلا اووه صدق الله يا جيسو هذه الصورة بإستثنة ذلك صواته سلم Large الشعار البني عليها لا لا يا جماعة هاي الأنثى طو متش صح طو متش أنثى حاسها شبه هاري بوتر مش عارف لي هيك حسيت ليش ماسكي اه اوكي وراحة تفطري ديم لا مش مسموح من دون ولا اي فلتر من دون ولا اي انت فهمين طالها جدا انثى لا 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 جيسو احنا هيك ما اتفقناش احنا هيك لا انت هيك افكر انا هاي البنت خلص يعني هبلتني انت الطم ديم او ماي غاند لا 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 جيسو حرم عليك يرحميني طب اوكي ننتقل لفرقة بيتي اس ترى لانه جي هوب خرج من الجيش والكل بعرف بانه جين رح يستقبل جي هوب اوكي ثواني جين نزل صورة قبل يمين لا ليه وين وين رايح بوليس وين ايش فيه مو خرج من الجيش ندخل مرة ثانية تخيلوا لا بتمزح جين اوكي بس ثواني ثواني يا جماعة بس خين اسطوعب هذا الانسان هذا المخلوق كيف هيك؟ انت مش فهمين السؤال كيف كان شكله قبل عشر سنين بسنة 2014 والحين عام 2024 اصغره يعني ليه انت فيمباير لو شنو بالضبط انت مصاص دماء يعني كيف؟ حد يفسر لي انه هاد بعد عشر سنين اصغر مش مستوعب فيش غلط يعني انت مصاص دماء حرفيا هذا الشيء الوحيد اللي اثبت علميا من عندي اوكي انا هنستخبركم بانه هتلقى الابم جديد بـ 15-11 والالبم اسمه بس هادول الصور واللون شعره الجديد اللي بلش يحوله طبعا يسبغه لا هاي الصور هاي الصور رهيبة هاي الصور هون رهيبة تخيلوا هات الشرطة ماشي بالشارع انا بسير كل يوم بدي خالفني بسير انا اصاوي انا اخلق المخالفة واخالف عشان يخالفني بسير افتعل المخالفات عشان يخالفني تعال نشوف جيهوب بما انه جيهوب خرج من الجيش يعني اكيد لازم نسلم عليه نحكي له الحمدل على السلامة اوه مش محدث يعني بس نزل هاي الصور لما كان لابس زي الجيش وكان موجود عم بيحتفلوا جيبين له هدايا بس ورد اوكي حبيت لا اوه اوه اسمع او انا كثير متحمس لعودة جيهوب عن جد يا جماعة طبعا ان شاء الله هاي حساب على انستغرام ما تنسوا اوكي الحلقة ستكون كلش سريع لانو فيش فيها منتاج وشي حاب اطوال لديكم كثير لانو اخبارنا كثير بصراحة لسه في عندي اخبار كثير ان شاء الله بحلقة القادمة لكن هاي حساب على انستغرام لا تنسوا اضيفوني واتتابعوا كل شي جديد بعالم الكيبوب رح تكون حلقاتني هيك بصراحة انو مش طويلة كثير رح تكون سريعة نشوف احنا اش في اخبار جديدة واش في احداث جديدة ونشوف اش في صور جديدة لكل مشاهير الكيبوب والحلقة القادمة هتكلم عن فرقة تيكستيس تريكنس ايتيز سبنتين هنبعد وان شاء الله لسه في فرقة كثيرة كثيرة بس لانو اليوم احداث كثيرة مع فرقة وفرقة اه صح نيوجينز سواني سواني بس نشوف في مجال فرقة نيوجينز نزلوا هاي الصور هوم جيرز اللي بدي اخبركم عن فرقة نيوجينز قبل اختم بانه بدأ العد التنازلي لتدمير فرقة نيوجينز وهذا الشي بيد من هيجين اذا من هيجين بتعود لوكالة ادور فرقة نيوجينز رح يستمروا ثلاث سنوات اذا ما رجعت فرقة نيوجينز رح يتم تفكيكهم قبل ما ينتهي عقدهم رح ينتهي عقدهم بعد اتوقع اربع سنوات او ثلاث سنوات اوكي فهذا الشي بيد من هيجين فهي يا بتكمل وبيكملوا معها يا اما بتطلع وبتشوف لها وكالة ثانية والفرقة بينهو كل شي وبيلحقوها للوكالة الثانية او الخيار المثل انا خبرتكم اياه تذكروا في برنامج كيبوب بالعربي خبرتكم انه هم بصيروا تحت سيطرة وكالة ادور وهايب الان ينتهي عقدهم مش رح يجدهم ولا ثانية ففرقة نيوجينز بصراحة شوفوا الكيات انتوا يا جماعة والله حرام حرام والله اقسم بالله انا كثير حزنان انه كيف عم بتم تدميرهم بانك سيهيوك ماذا تفعلين عندك اساطير مثل ليش احكي اساطير عشان ما احد ينتقل دي عندك فرقة ضخمة مثل فرقة نيوجينز وعم تعمل فيهم هيك ألطم ولا لا الطم تفهمتوا علي المهم يا ربون لا تنسوا لايك وشير وحسب وشير وقم امسو فرقم امسو اشتركوا بي 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 ، بي بي شوو 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 بحقاً شكراً 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 شكراً